على غير العادة يبدأ زيارته من الرباط ستيفان ديمستور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء يستهل أول جولة رسمية له بلقاء جمعه بوزير الخارجية ناصر بوريثا في خطوة تروم تحريك المياه الراكدة ويحياء المفاوضات بين أطراف النزاع في قضية الصحراء خطوة يرى مراقبون بأنها لن تساهم في حل حالة الوضع خاصة في ظل تباعد وجهات النظر لطيمل في واحد من أقدم النزاعات في القارة الإفريقية وهي زيارة لجس نبض الأطراف المعنية بالنزاع الإقليمي حول الصحراء وخاصة جزائر البوليزاريو لمعرفة موقفها من استناف المفاوضات وفي هذا السياق سيحاول المبعوث الجديد إقناع الجزائر وجبة البوليزاريو بضرورة الامتثال لقارة مجلس الآمن وخاصة القارة الأخيرة 26-02 وبناء على هذه الزيارة سيتمكن المبعوث الأممي الجديد من بناء تصور أولي لأجندة المفاوضات المستقبل والواقع أن السياق التي تأتي فيه الزيارة والموسم بتوتر في المنطقة سيجعل مهمته صعبة للغاية ويرى مراقبون أن مهمة ديمستورا ستكون صعبة من أجل وضع قطار المفاوضات على سكة صحيحة في ظل تشبت المغرب مخترح الحكم الذاتي كحل سياسي وحيد وأخير وفي طار مسلسل الموائد المستديرة بحضور الأطراف الأربعة ونجاح الدبلوماسية المغربية في إقناع 22 دولة من القارات الخمس بفتح سفارات لها بالصحراء المغربية ومن المنتظر أن يواصل ديمستورا زيارته للمغرب بلقاء مسؤولين آخرين لم يكشف عنهم حتى الآن قبل أن يتوجه إلى كل من الجزائر مخيمة دوف وأمور الثانية في جورة ستستغرق ستة أيام سيحاول خلالها المبعوث الأممي تحقيق ما عجز عنه سابق هوريست كولر بإحياء المفاوضات المتعترة مهمة صعبة إذن تلك التي تمتظر المبعوث الأممي المكلف بقضية الصحرة سيحاول من خلالها إعادة قطار المفاوضات إلى سكته في ذل توسر غير مسبوق وتباين وجهة نظر الأطراف لطي واحد من أقدم النزاعات بالقارات السمراء كريم القرقوري قناة الرغد الرباط